سيدة المشاهدين مرحبا بكم في موعد جديد من بودكاست زون ميكست الموعد السينس توبيه في نهاية كل أسبوع نصد ريف الشخصية الرياضية نحكيه على أبرز تطورات مسيرتها الرياضية اليوم ريفنا واحد من وجوم الكرة التونسية المعتزلين نحكيه على اللاعب السابق لنرياضة بنزارتي وكذلك ترجل ريف التونس يزوز في رقة اللي قضى فيهم أغلى وأحسن فترات مسيرته بالإضافة للمنتخبات التونسي في الفئات السينية والمنتخبات الشبان الشبان ضيفنا اليوم اللاعب السابق علي المشاني علي أهلا بيك مرحبا بيك السلام مرحبا بالمشاهدين ومشكا على الاستضافة شنين الأمور؟ ولا صفها لا بس الحمد لله الحمد لله بيه علي خنحبو نستعرضوا أبرز الفترات لنتعام مسيرتها بتاعك من أول ما بديتها حتى اليوم خنبدأوا من اللوت كيفش بديت أول نهار خممت فيه خذية الكورة مشيت تستي فيه كيفش هذيك تتفكروا نهار هذيك؟ فكركتها باسم انا امي جميلة يكتعون من اي سبع سنين بانها في مدار الشباب وانا مغروم لي صغير بالكورة كما اي سبيت اروا لو جميلة مغروم بحاجة يهزوا باسم عارض الشباب وانا استثبت بحكاية من الفترات الكاتيجورية الجنة من الأول تقبلت معاقية الصعبات؟ الحقيقة من الأول دخلت بوسن يعني البوسن لا تتعرف ليس كمتاو فماليتست وكل دخلت عادي يعني برشة يعني يعني عملنا نلعبوا كل وبدأنا بشوي بشوي للي طلعنا خلطنا للسينيور طلع للسينيور كيف كان؟ طلع للسينيور وقت مع سيوسف الزواوي وقت عام 2010 في عام 2010 وقت وقت نتعرف ونلعب سيوسف الزواوي وقتها جيس يوسف الزواوي وقتها ماتش بيجة وذلك كنت نعمر وقتها 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 موجود لذا أعطني الشانس لعبت ماتش بيجة ربحنا وقتها نزيرو وبدأت من وقتها المسيرة لعبت ماتشيخ وقتها 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 ضربت وقتها 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 أو انتظار وقتها 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 التنجم ترجع الكوراة التنجم لها تقلقت وقتها كيفش كانت الفترة ذيك؟ حيث كانت بريود صعيبة 2014 2014 بالضبط في تفريل 2014 بوام برشا عبيد متعرش لديتاي ميه كوقنا لعبو مع نيجيريا في الكوبة الكنفيدراسيون فاسدو بول دهار وانك مشينا لعبنا لغاديكا عملنا بوياج صعيب برشا وقت هاني مشي وقعدنا برشا نقعد نهار كاملا بك ديزي سكال نقعد برشا سوية في المطارات لذلك الوياج كان صعيب ونيجيريا زاد في البوليسيون فيها كبيرة برشا لذلك لعبنا الماتش وكل راوحت وقتها نعود نلعب وقتها الرتور في بن زرت نلعب الرتور في بن زرت فقط نهار جمع كربات يريد تاعب حاصيله قلت سيكون غريب ما عملت تلقيه حانتي وقتها؟ لا لأخير غيرا يجدني الى باتيت ا الى باتيت اه معنى سيفريقان يعني بذلك العبيد لا عندهمش فكرة كبيرة ما عادي يجي انا اللي جيت نيسي كما يقولوا ما كده ترى متاع الميتسين شوية خضر انا وليت عندي خبرة معنى فيها وكل الى باتيت فلمينان تجي لانك الى باتيت اذيك انا من لو لمش يفي بالغريب خطر السمطوم اللي جيوا متاع غريب عادي متزيل في تعرق في الليل متقلق فيش لان اخذت براسيتامول الى براسيتامول ما كتعرف الفواء مريضة الكبدة مريضة لانك مش قاعد يصافي ديكو ولد ولد فمعنى قلقتني ما حمدو الله انا اخلط الكريتيك ما انا وصلت حتى باش نمشي لفرنسة باش نعمل ترانسبلانتاسيان غريف انتع فواء ما حمدو الله ما انا بدني الى رياجي شاكيت انك ترجع ترى بكل وقتها والله هو مش شاكيت انا كان اخلط الكريتيك اللي هو ترانسبلانتاسيان روسي برش خطر غريف ومش تعيش بديد ديت برش مشو تخلو في في المخلو في المصطلحات بغابة تفهمت اما نتساوي وقتها تقلقت برشة في الفترة هذيك ومستقبلك الكل او انت كنت تطالع وقتها صحيح صحيح الحقيقة نشكر برش عبيد وقفوا معي ديجاتا ونتفكرها سيمهدي بنغربية حتى توسي وقتها طلعه سوى ديال جاري ربي فرجالي وقتها سيسليم الريحي ناس كل جيت ناس كل وقفة عاملوا الونسي سير سيدة منسيش دكتور شاملي قفوا معايا الناس الكل كانت معناها خطر عارفوا انو انا وصلت لكا كريتيك وحمد لله بدني الى رياجية بيك بيانسور رهوما معناها كما قلت لك وقفوا معايا كانوا يكولابوريوا مع جميعا في فرنسا حمد لله تعادي انها الاتابة ذيكا سلامت شكيت كما قلت لك سامحني نقص عليك كما قلت اندي شكيت هنسير طوامو اسكو نرجع ولا خطر قاعت بريود طويلة ونقعت حتى تروامو كما قلت الحمد لله بدني الى رياجي ورجعت واحدة واحدة